لو لسه ما تعرفش او لو مش متابع الاخبار فحبيت اقولك ان السيستم بتاع العالم كله كان واقع من ساعات العالم كله اتعطل فيه كل الانظمة المتعلقة بالانترنت والمطارات والبورصة وشبكات الاخبار وفيزا وامازون والمستشفيات والطرق وكل حاجة متعلقة بمايكروسوفت من الهند والأوروبة للأستراليا للخليج ظهرت لهم الشاشة الزرقى دي ايه بقى اللي حصل؟ الاخبار بتقول لحد دلوقتي ان شركة امن سايبراني امريكية اسمها كروادسترايك شغالة مع مايكروسوفت من الشركات الكبيرة اللي بتتصدى للهجمات على النت وفيروسات الفيديا والحاجات دي الصبح بتحدث كود صغير كده في منتج عندهم اسمه فالكون سينسور فالتحديث كان فيه حاجة غلط وفي لحظة الدنيا بازت منهم ساعة تقريبا العالم اصابوا الشلل مئات الوظائف والمكاتب من كم ساعة كانوا قاعدين مش فاهمين يعملوا ايه المضاربين في البورسة فجأة مفيش فلوس الدفع بالفيزا مفيش الطرق الزكية مفيش عشرات الرحلات من مطارات في المانيا وهولندا وغيرهم مفيش وزارات بالكامل تعطلت مستشفيات مش قادرة تشتغل شبكات الاخبار مش عارفة بس